السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الجديد في اللغة العربية للسنة الرابعة التدائي الوحدة الثالثة إذن اليوم لدينا الضواهر اللغوية والتطبيقات الكتابية في الصفحات ثلاثة وتمانون أربعة وتمانون خمسة وتمانون وشتة وتمانون إذن ننتقل إلى الصفحة الصفحة ثلاثة وتمانون حول الصرف التحويل الفعل المعتل تعريفه وأنواعه إذن نبدأ باستكشيف أقرأ النص وألاحظ الأفعال إذن نحدد الأفعال الموجودة في النص كان من عادة أحد هوات الرسم أن يجوب يجوب فهو فعل مختلف مناطق سياهية وكان يمشي أحيانا راجلا لمسافات طويلة يتجول بحثا عن منظر يروقه وحينما يقف على ما يثير انتباهه يخرج أدواته ويبدأ رسم أجمل اللواحات إذن هذه الأفعال الموجودة في هذا النص إذن نبدأ بالسؤال الأول ألاحظ الحروف المكتوبة بالأحمر وموضعها في كل فعل إذن الحروف المكتوبة بالأحمر هي الوا والألف واليا وهي حروف العلة إذن يجوب إذن مكتوبة في الوسط وسط الفعل إذن يمشي إذن نرد الفعل الماضي إذن غير يعطينا مشا فالأمر يمشي يمشي إذن هنا في آخر إذن في آخر الفعل في آخر الفعل يقف وقف إذن هنا في وصف أول الفعل وقف قف إذن في آخر في أول أول الفعل فحرف العلة يوجد في أول الفعل بدأ بدأ لا يوجد هنا عليش أعطونا بدأ لأن لكي لا ينخلط الأمور فهذا فعل صحيح هذه همزة وليست ألف فلكي نفرق بين هذا وهذا إذن إبدأ إذن لا يوجد إذن لا يوجد حرف العلة إذن ننتقل إلى السؤال الثاني أحدد ما تشترك فيه هذه الأفعال المعتلة إذن الأفعال المعتلة هي ثلاثة إذن أنها تشترك في أن أحد أن أحد حروفها هو حرف عل ثالثا ماذا نسمي الفعل الذي يتضمن حرف علة في أوله إذن الفعل الذي يتضمن حرف علة في أوله يسمى مثال ماذا نسمي الفعل الذي يتضمن حرف علة في وسطه يسمى أجوف ماذا نسمي الفعل الذي يتضمن حرف علة في آخره يسمى ناقص إذن نستنتج إذن الفعل المعتل يتضمن حرفا أو حرفين من حروف العلة وهي الوا والياء والألف المقصورة أو الممدودة وجد فعل مثال قال فعل أجوث ما شاء فعل ناقص غالبا ما يتغير أو يحدف حرف العلة عندما نصرف الفعل المعتل إذن الفعل المعتل عند تصرفه في مرة ذاك الحرف دي العلة يعني يتم حرفه أو يتم تغييره أو يتم تغييره إذن ننتقل إلى أطبيق وصنف الأفعال الآتية قال إذن قال فهو فعل معتل لماذا؟ لأنه معتل للوسط إذن قال فهو معتل يميل أصله مال فهو معتل للوسط يلعبون إحنا ما غديش نشوفه يلعبون إحنا خصنا نرجعه للماضي لعب إذن يلعبون فهو فعل صحيح قرأ فعل صحيح مهموز هذا ليس حرف العلة وجدت وجدت أصله وجد إذن فهو فهو فعل يعني مثال أجوف مشا كذلك مشا نمى معتل رسمى فعل صحيح رسمى فعل صحيح فازى فعل معتل إذن هذا بالنسبة للصرف التحويل ننتقل إلى التراكيب الفاعل ظاهر ودمير الفاعل ظاهر ودمير إذن أستكشف أقرأ الفقرة وأحدد جملها دعوت أصدقائي لزيارة دار الشباب دار للشباب حضروا جميعا فرحب المدير بنا واستقبلنا في مكتبة أو في مكتبه بابتسامته المعهودة وبعد الصراحة قصيرة توزعنا على القاعات لنتعرف مختلف الأنشطة المقدمة بالطار إذن أولا أحدد العنصرين الأساسيين في كل جملة باعتماد الجدول إذن رحب المدير إذن هنا نوعه إسم أو كلمة تعوذ إسم إذن هنا الفعل دعا دعا والفاعل هو التاء التاء ضمير إذن ضمير يعني في هذا الحلقة نقوله ضمير ليس إسم كلمة تعوذ الإسم فماذا يعني بالضمير هو كلمة تعوذ الإسم توزعنا إذن توزع هو الفعل ونا هو ضمير أحدد من قام بكل فعل إذن من قام بالفعل بالنسبة للجملة الأولى هو المدير بالنسبة للجملة الثانية أنا ضمير متصل تقديره أنا توزعنا إذن نحن ضمير متصل تقديره نحن ثالثا ما موقع الفاعل بالنسبة للفعل إذن يأتي بعد الفعل يأتي بعد الفعل غالبا هو في ترتيبه بعد الفعل لأن دائما الفعل كيتبع الفاعل ولكن شمرت كي يختل الترتيب في اللغة العربية الرتبة تبدل رابعا ما حركة آخر الفاعل الظاهر في الجملة الثانية رحب المدير إذن مرفوع إذن حركته مرفوع بالضم يحتاج 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 الفعل إلى فاعل يأتي بعد إذن دائما فاش كنجي ندير الإعراب دائما عندما نبحث عن الفعل لابد عندما نعريب الفعل لابد نبحث عن الفعل لأن لكل فعل فاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضمرا الفاعل إسم مرفوع يدل على الذي قام بالفعل ويكون ظاهرا أو ضمرا قدمت الممثلات مصرحية إذن ممثلات هو الفاعل قدمنا مصرحية إذن قدم النون هي ضمير متصل قدم مصرحية تقدره هو إذن غائب هنا هنا كان ضمير مستثيل هنا ضمير متصل هنا ضاهر إذن أطبق أحدد الفعل والفاعل في الجمل إذن نحدد الأفعال تقتني هو الفعل حصل هو الفعل تفوق هو الفعل بالنسبة للفاعل إذا كان ظاهرا فسنلوينه إذن هنا سناء هو الفاعل ظاهر هنا ضمير متصل سيختفي إذن لاحظ كان في الظاهر ويختفي شوية ولا ضمير بالاخر اختفف في النهائي إذن هنا نقول ضمير مستثير هنا ضمير متصل هنا ظاهر ظاهر إذن أعوض الفاعل بضمير في الجملتين إذن دبع الفاعل سنحدد هنا هو الأطفال ظاهر البنات ظاهر سنرد ضمير ضمير مستثير أو لمتصل إذن إما سنخبع هكذا سنستثير سنقول رسم منظر رسم منظر منظرا طبيعيا شكل يرسم هو إذن تقدير هو تلعب لعبات لعبات الحجلة إذن تلعب إذن تلعب نحذف أعوثاني تلعب لعبات الحجلة إذن هو ضمير مستثير تقدير هو إذن ننتقل إلى صفحة الموالية الهمزة المتوسطة في درس الإملاء إذن أقرأ الجمل وألاحظ الكلمات التي تتضمن همزة في وسطها إذن هنا سننقلب فقط على الكلمات التي فيها همزة في وسطها أسأل فيها همزة في البداية وفي الوسط إذن سنلوين ها أصدقائي همزة ليست متوسطة هي في بداية الكلام نقول همزة قطع الجدد عن هوايتهم تكسبه هواية المصرح الجرأة الجرأة نعم إذن همزة المتوسطة الذي واضب على التداريب سيكون له شأن همزة المتوسطة استأدان همزة المتوسطة الطفل الكتوبية لتصفح مجلتي إذن هذه هي الكلمات التي تحتوي على همزة متوسطة إذن ننتقل إلى السؤال الأول ألاحظ حركة الهمزة المتوسطة والحركة التي قبلها وأكمل ملأ الجدود إذن هنا لأن على شطرح هنا السؤال الهمزة حركتها لاحظ حركة الهمزة وحركة ما قبلها لأن دائما عندما نريد كتابة الهمزة لابد أن نراقب حركتها وحركة ما قبلها لكي نقرر لكي نقرر كتابة الهمزة لا بد قبل إتخاذ القرار أن نشوف الحركة في الفتحة حركتها ما قبلها هي السكون وحركتها الفتحة بالنسبة للشأن حركة ما قبلها فتحة وحركتها سكون بالنسبة حركتها فتحة وحركتها سكون إذن من الحالات التي كتبنا فيها الهمزة على الأليف إذن هم حالتان هم حالتان إذن عندما عندما تكون الهمزة ساكنة وقبلها فتح تكتب على الأليف ثم عندما تكون الهمزة مفتوحة وقبلها ساكن هم الحالات وعندما تكون مفتوحة وقبلها مفتوح إذن معنا شهناية عندما تكون مفتوحة وقبلها مفتوح هذه تكتب على الأليف إذن دائما الفتحة هي الأقوى هنا حضر السكون والفتحة الغالب ولفتحة درنا على الألف هنا أحضر الغالب ولفتحه هنا نهضر الغالب ولفتحه جruckنا على الألف إذا إذا تكتبوا الهمزة على الألف إذا كانت مفتوحة وقبلها فتحة أو سكون إذا كانت ساكنة وقبلها فتحة إذا كانت مفتوحة وقبلها فتحة إذن هذه مفتوحة وقبلها فتحة إذن نطبق هذا الشيء في هذا السؤال إذن أكتبوا الهمزة المتوسطة إذن ما هي حركتها حركتها مفتوحة وقبلها فتحة إذن تكتبوا على الألف تأدب حركتها مفتوحة وقبلها ساكن حركتها ساكنة وقبلها مفتوح مكافأة مفتوحة وقبلها فتح مفتوحة وقبلها ساكن سئلة هنا يغل نشوف واحد الحالة مع الناش هنا هي مكسورة وقبلها ضم إذن فهذه الحالة تكتب على الياء لأن الكسراته هي الأقوى الكسراته هي الأقوى إذن ننتقل بإسفات موالية حول الطبيقات الكتابية أقرأوا الفقرة وأشكلوا ما تحته خط إذن تألق الأطفال هنا عندنا همزة وصل الأطفال فاعل إذن خصنا نرفعه في مسابقة الرسام الصغير وبعد أن تأملت فاطمة فاطمة فاعل هذه تأنيت لا محل الله من الأعراب إذن ذو الفاعل ظاهر إذن رسوماتهم قالت لماذا لا أجيد الرسمة مثلكم فأجابت فتاة فأجابت فتاة فتاة كذلك فاعل هذه تأنيت تقف بجانبها هذا جار ونجرور ومضف إليه ضامر متصل يجيد الأطفال الرسمة لأنهم اتخذوا هواية لهم وتدربوا على المهارة اليدوية والذوق الفني إذن ثانيا أضع كلمات من عائلتي كلمتي مهارة وتألق مهارة مهارة ماهر 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 إذن مهر أو لمهر مهر إذن كلهم لا ملعا إذن تع مهارة تألق متألق تألق تألق متألق متألق إذن اسم فعول إذن ثالثا أكتب أصل الفعل ونوعه ونوعه إذن أخرج خارج الصحيح وقفنا وقف إذن الأصل انتاعك الحدف الزوائد وجميع الحروف الزائدة وفتالي كي يقول لنا فعل معتل مثال معتل مثال خد أخذ أخذ صحيح مهموز صحيح مهموز تسألين سأل كذلك صحيح مهموز يحكون حكى معتل ناقص معتل ناقص إذن رابعا أستخرج الجمل الفعلية من السطر الأول وأملأ الجدول كما في المثال إذن من السطر الأول إذن تألق الأطفال إذن هنا استخرج الجمل من السطر الأول يعني أنه السطر الأول من النص تأملت إذن تأملت تأمل هو الفعل الفاعل هو التاء إذن ضمير متصل إذا كان الأستر يقول لكم دي قوله ضمير دون قدير ضمير هنا هي تقديره هي ضمير مستتر مستتر ثم الجملة الأخيرة أجيد الرسم أجيد لأننا قالونا للسطر الأول أجيد أجيد الرسم عفوا الرسم أجيد إذن هنا أنا الضمير كيعود على أنا ضمير مستتر أما الرسم فهو نفعل إذن خامسا أقلم الكلمات بالهمزة المتوسطة إذن سوف حركتها وحركة ما قبلها منشأة حركة مفتوحة وقبلها مفتوح إذن على الألف متفائل على الياء لأنها مكسورة مكسورة أقوى من كل الحركات تألم تألم مفتوحة وقبلها فتح سؤال على الوا لأنها مفتوحة وقبلها الضمة والضمة أقوى من الفتح بائسة هنا يوجد خطأ إما نقول بائسة أو بائسة ولكن في كل الحالتين تكتب على الياء بائسة أو بائسة لأن بائسة إذا قلنا بائسة القصرة ستكون قبل وفي تكتب على الياء إذا قلنا بائسة غالبا سنضر بائسة لأن بائسة أعتظر أعتظر بائسة أعتظر هنا بائس نعم إذن هنا بائس تكتب على الأليف الأليف نعم إذن أنا أعتقد بائسة إذن تأكد من هذا متفائل منشأة إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الطبيقات الكتابية وبهذه الضواعي اللغوية من كتاب الجديد اللغة العربية سنة الرابعة أعتقد